القيمة اللي اختارها شاوي غريب واختيار ثلاث لعبين اتنين منهم مدافعين اللي هما الكبار بجانب محمد شنوي اللي هو الوينش ووحمد حجازي رأي حالتك في القيمة اللي اختارها شاوي غريب وشايف فرصنا هتبقى عاملة ايه بالنسبة للمنتخب الاولمتي القيمة فيها ظلم فيها ايه؟ ظلم دي ايه بقى هقول لحضرتك انت خدت دلوقتي تلاتة محمد الشنوي وحجازي والوينش صح؟ ام طب كل الاحتراب انت راح تدافع ما دين دل لو دل يدل على ان هو رايح يدافع مش رايح يخسر بنتيجة اربعة وخمسة قدام اسبانيا قدام صح ولا انا بتكلمه غلط؟ ام طب ماشي صلاح لظروف ندي ما جابش مرضيش يسبوه ومصطفى محمد لظروف ندي ما ردوش يسبوه عشان الاعداد لان كل فرقة دلوقتي خلاص بتجهز للموسم الجديد فبتعمل شكل الفرقة من اول الموسم عشان دل سيستم او الطريق اللي هلعبه بيعطوه للموسم لان نادي ردو يسيب مصطفى محمد ولا صلاح يبقى انا مفروض ما كنتش خدت حد على الاقل لما اقصر اقصر بالناس اللي وصلتني اللي هي تستاهل ان هي كانت تسافر وتلعب انت رايح تدافع مش رايح كده تهاجم انت رايح تقلل من نتائج الماتشاط بدل ما تشيل تلاتة واربعة انت رايح مثلا تشيل واحد ولا اتنين طب يا فرحتي طب ما انا ماخدش ودي الثقة للناس دي ما انا كده كده مش حاجة يبقى مظلمش واحد زي احمد عبقادر محمد صادق حسن علي محمود الجزار فوز الحناوي فادي فريد الناس دي انت روحت جبت تلاتة مع كل الاحترام لعبة هيلة وكل حاجة بس في وجود صلاح في وجود مصطفى محمد عشان حقق بقى يبقى انت عملت التوازن الهجومي والدفاعي مش معقول يبقى معيندي محمد صلاح ومصطفى محمد وااااااااااااااااااااااا احمد ياسر ريان والناس اللي هي الفراودة ورمضان صبح والرجالة دي وما بقاش عندي حتة في الديفنس تبقى هاوية أو صغرة فيبقى أنت مثلا واخد صلاح ومصافة ماشي يبقى أنت تاخد الشناوي وتاخد لأنك أنت عامل توازن في الحتة اللجومية والحتة الدفاعية طيب أنا أقول لك وجهة نظر كبتشاوي أن اللعيبة اللي كانوا مع المدافعين ما بيشاركوش بشكل أساسي مع عنديتهم وبالتالي هو عايز لعيبة بتشارك أهو رجليها في المتشاط وعندهم خبرات في نفس الوقت فبالتالي أنا مثلا كنت متوقع أن كان يبقى الشناوي وأحمد حجازي وطرق حامد ماشي ولما سألت حد في الجهاز الفني قال لي بالفعل هما كان يعني الأسماء دا يتعلم محطوطة بجانب كان من ضمن المرشحين كمان محمد النني يعني من ضمن المرشحين وبالتالي لما لقى أن خلال الفترة اللي فاتت اللعيبة أو المدافعين اللي هم كان بيعتمد عليهم بشكل كبير دول ما بيلعبوش بشكل أساسي بشكل مستمر أو ما فيش على محمد عب سلام مش هندحك على بعض عندك اسمه أسامة جلال بيلعب في بيرامد بيرامد عندك محمد عب منعم بيلعب في سموحة وبيلعب دا أحمد سامي في مطش من المطشات كان هلعب النادي الأهلي كان زعلاني أنه هو ملعبش أو أنه هو أخذ انذار أو مصاب حاجة زي كده بس الخبرات سيبك من الخبرات خبرات إيه؟ يعني أنت لك مندرب الكابتن بالراحل استهدى بالله وعندك محمود الوينش بتقلقه معنات زمالك دا ما تأخذوش؟ أيوة ما أنا بقرت لك هاخدو في حالة واحدة إن يبقى عندي صلاح ومصطفى محمد عشان الفرقة تبقى قوية في ناس بتخفل الضغط منها على الحتة الدفاعية مين هيخفلك الضغط دلوقتي وخبراته زي صلاح وزي مصطفى محمد وزي رمضان صبحي دلوقتي يخفولك الضغط وينقلوك دايما في نص ملعب مع تأمين الحتة الدفاعية سواء الوينش أو الحجازي أو الشناوي أنا ما عنديش مشكلة يعني أنا لو دلوق صلاح ومصطفى محمد موجودين ما عنديش مشكلة إنه ياخد الوينش وحجازي والشناوي أو ياخد واحد مدافع وحرس المرمى ويبقى مثلا صلاح طيب بس هو عنده الناس اللي تعود قدامي مين؟ الأسماء اللي موجودة مش هنتحك على بعض يعني يا رمضان صبحي ماشي أنا بقولك الأسماء عموما رمضان هاي لعم الوحدة؟ ناصر ماهر عبد الرحمن مجدي صلاح موقف عبد الرحمن لسه مصابه وراجع من إصابة مش هاي شي يعني بس شوف بقى أنت بتقول إيه؟ أنما لو في صلاح وفي مصطفى محمد وفي رمضان صبحي ماشي هو صلاح موقفه هو الراجل من زنبه هو موقف يبقى خلاص بقى يبقى طالما كده ماشي ولا مصاوى محمد يبقى أنت واخد دول عشان ما تشيلش هناك ما تشيلش بهزان كبيرة طيب هافترض معاك أنه هو بيفكر بالطريقة دي هو ده تفكيره ما كانف يلعب البرازيل ودي يا كابتل ر interpreت ويعني ودي طيب وماحدش هيمشي طيب كان ممكن لو خسر 4-5 كان ممكن يروح يلعب أي فرقة صغيرة ويكسب 4-5 طيب ما لعب جنوب أفريقيا ما لعب جنوب أفريقيا ayوة بس البرازيل وجنوب أفريق يصني ودي ايوة فريق فريق أوليه بالنسبة للبرازيل أوليه لا بالنسبة للبرازيل حلي بالك خلي بالك انت مين تعرفه في البرازيل في لعبة البرازيل ايه بس هو السن ده يعني هو انت رونالدو طيب خلال السن بالسن والعين بالعين بقى يعني لازم هكسب البرازيل طالما اني ما فهمش نمارو ما فهمش مش عارف رونالدو ما فهمش يبقى اكسبهم انما انت ما تعرفش حد فيهم وزا ما انت هتلعب هم هيلعبهم او زا ما هم هيلعبهم انت هتلعب وهنت عامل مطش ودي ليه عشان انا طبق الفكر بتاعي وحفظ لعبتي لا انا برد على كلامك انه هو رايح يدافع همان رايح ايه هاجم لا رايح يلعب على حسب ظروف كل مباراة واحنا كل مرة بقى كل بطولة كل بطولة هنقول على حسب الظروف وعلى حسب اوكبت شواء غريب ماسك الفرق دي بقى لها ليه هو شواء غريب ما عملتش انجاز لغاية دلوقتي ماسك الفرق بقاله وقدي ايه بقاله ايه سنتين اعتقد يعني او يعني في الحدود دي سنتين اكتر او تلات سنين بسانية يعني اذا ان هو ملم بكل اللعيبة اللي عنده يعني هو الوحيد بس اللي ممكن يستثناء ان هو يضمه على اللعيبة بتاعته يعني انا لو مدرب بقى محترم وكلام ده هقولك مش عازل لصلاح بس عشان له طوق لعالمي وهيديني شكل غير عادي برستيج غير عادي بالنسبة في المطشاط للحكام للجميع للاستقبال للمقابلات اللي هناك معانا واحد نجم العالم عندما غير كده انا بقى ما اخدش الافلان والعلان ولا الكلام ده تلاتة وعشرين واحد الفين وطمنتاشر بقى له كبه تلات سنين طيب تلات سنين يعني مفروض يبقى ملم وعارف كل صغيرة وكبيرة وعارف اللعيبة حتى كمان اللي في الاقاليم طيب ازاي ما ياخدش واحد زي محمد صدي ده مش كان معافل بطولة ما ياخدش واحد زي احمد عبدالقادر اللي مكسر الدنيا ما ياخدش واحد مثلا زي عمر ردوان حارس المرمى مع عمر ردوان كان محطوط في الاعتبار طيب ماشي ما انت دخلت الشناوي لازم يطلع واحد ما انا بقولك بقى ما بروس انت يعني ااخد الشناوي واخد الوينش او حجازي طالما اني صلاح معايا عشان زي ما عندي قوة هجومية هيبقى عندي قوة دفاعية زي ما انا هاعرف ادافئ هاعرف هاجم انت ما انت ما عندكش دلوقتي ما عندكش لرمضان صبح ولو تمازك خلاص ما عندكش براي معادل ما عندكش طاهر محمد طاهر ما عندكش صلاح محسن ما عندكش احمد ياسر ريان ما عندكش ناصر منسي دولت زي محمد صلاح ما عندكش يقرم بمحمد صلاح طيب انا في الحالة دي اعمل ايه او محمد صلاح هو السبب انه هو ما يجيش يا بلا انا بتكلم طالما انه هو مش هيجي يبقى اخد الناس بتوعي اخد اولادي اللي هم وصلوني اللي هم عملوا الانجاز ده فين ده هو رايح يلعب باسم مين باسم مصر فبيختار وبيستفيد من العناصر اللي هم التلت العيبة الافضل اللي هو ممكن ياخده طيب اقول لك الا حاجة طيب ما كان خاد محمد شريف شال واحد من الابتين مساكين دولت وخاد محمد شريف طالما مصطفى محمد مش جاي